اثار الحضارات القديمة قد تعود للظهور أمام عيوننا والفضل في ذلك للتكنولوجيات الحديثة للواقع الافتراضي المعزز فلنتعرف عليها سويا قبل ألفين عام غطت المياه مدينة بايا التاريخية قرب نابولي اليوم لدى الغواص تحت سطح الماء يمكننا رؤية ما تبقى من منازلها الفخمة وقريبا سنتعرف أكثر عليها بفضل اللوح الإلكتروني بفضل هذا النظام يمكن للغواصين التعرف على مكان وجودهم تحت الماء عادة الأمر مستحيل لأن إشارات نظام تحديد المواقع لا تعمل تحت السطح لحماية اللوح الإلكتروني غلف بما يقيه من الماء إنه يستقبل الإشارات الصوتية الصادرة عن جهاز إرسال موضوع تحت الماء من خلال تطبيق مبتكر خدد مكان هذا الجهاز على الخريطة إنه يساعد الغواص على التعرف على أكثر المواقع إثارة في البحر مثل هذه الفوسيف الساء لأحد القصور الرومانية الغارقة يمكننا رؤية خريطة على اللوح الإلكتروني هذه الخريطة تظهر مكان تواجدنا وما يمكننا رؤيته وما هي هذه الآثار المهمورة بالمياه إضافة لذلك إنها المرة الأولى التي يمكن فيها استخدام الواقع الافتراضي المعزز تحت الماء هذا التطبيق طوره بنامج البحث الأوروبي إما كولتور ويمكنه إعادة خلق قصر ثلاثي الأبعاد ما يسمح بالتنقل افتراضيا داخل المدينة واكتشاف الأنقاض الأثرية التي غمرتها المياه ويساعده في ذلك رموز شريطية ثبتت في قاع البحر العديد من الناس غير قادرين على الغوص لا يمكنهم زيارة الموقع ورؤية الأثر لذا استخدمنا أدوات مختلفة للواقع الافتراضي لجعل المعلومات في متناول للعامة في المتحف لثريء المحلي يمكننا إجراء زيارة ثلاثية الأبعاد مع نظرات خاصة يعيش السائح عالما افتراضيا يمكنه استكشاف جمال تلك القصور القديمة على اليابسة كما في البحر دون أن يبدل نفسه هذا الاختراع الجديد سيكون متاحا في المتاحف والمدارس وحتى في منزلكم إذا شئتم وتشرح لنا أستاذة الرسم على الكمبيوتر يمكنكم حقا السير داخل الأشياء التي اختفت وسماعوا قصص عنها ولا الالتقاء بشخصيات تاريخية يمكن السماح للناس بالدخول في تجربة غامرة فلقد أصبحت اليوم ذات قيمة كبيرة وغير مكلفة تكنولوجيات الواقع الافتراضي لا تستخدم فقط لتتعرف على الإرث التاريخي وإنما تسمح أيضا للباحثين بتطوير جهاز محاكاة يعلموا تقنيات التنقيب في مواقع أثرية تحت الماء لا نريد فقط تعليم الجمهور وإنما أيضا تأمين أدوات لعلماء الآثار المستقبليين ومسؤولي المتاحف أدوات تؤمن لهم التعلم سارعا وبسهولة قد يصعب تدريب شخص في موقع تحت الماء لذا مع تكنولوجيا التدريب الأمر سيكون فعالا أكثر να μάθει πως μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές αρχαιολογίας